أعلن اتحاد الجالية الأجنبية في البحرين عن تنظيم فعالية هذه هي البحرين في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة بين 9 و 12 من نوفمبر المقبل وهي تعد الوجهة الدولية السابعة التي ستحتضن الفعالية التي لاقت رواجا منذ انطلاقها لم تعد رسالة فعالية هذه البحرين تخفى على أحد فقد أصبح سيتها أشهر من نار على علم خاصة بعد ست جولات شملت عدد دول حيث استطاع القائمون على هذه الفعالية نشر رسالة البحرين والمتمثلة في مبادئ التسامح والتعايش بين الأديان وحرية التعبير ولأن هذه الرسالة هي منطلق رؤية جلالة الملك المفدة فكان من الطبيعي أن تتسع الرقعة لتشمل بلدان أخرى وشعوبا ذات طابع تاريخي وثقافي لذلك كانت المحطة السابعة هي مدينة روما التاريخية نحن فخرون جدا بإطلاق اسم جلالة الملك على إحدى مقاعد الدراسة في أكبر جامعات روما هذا المقعد سيكون موضوعا أكاديميا عن التعايش السلمي بين الأديان وينشر رسالة البحرين أيضا ستكون هناك فعالية زواج لعشة أشخاص من أديان مختلفة في روما ولكن بتقوس بحرينية ولأن الشبه يجمع البلدين من حيث التسامح الديني والتعايش السلمي بينها فقد اختارت روما اسم صاحب الجلالة ليطلق على مقعد الامتهان الأكاديمي في مجال التعايش السلمي في أحد أعرق الجامعات في إيطاليا ليكون تقديرا لجهود جلالته في الحفاظ على حق كل إنسان في ممارسة عقيدته دون تمييز في العرق أو اللون أو الجنس وموضوعا أكاديميا يحظى باهتمام واسع من الطلبة من مختلف أنحاء العالم من الملتحقين في الجامعة الفعاليات التي تقام مثل بسس بحرين أو هذه البحرين بالخارج طرق الصورة حية للتعايش في مملكة البحرين والتجانب بين أطياف المجتمع المختلفة هناك تواصل هناك نجاح هناك خبرة هناك أكثر أخوة هناك أكثر ميدانية في الأرض الواقعة تحسون بها وهناك كذلك إحساس وطني يحسون أن التعايش في البحرين وهذا المثل الحي العالم يحتاج له فذهابهم وتهيئتهم إن شاء الله يا ربي قريبا في روما ليس فقط للبحرينين ليس فقط كلمة شكر للقيادة والكل اللي حارسين على هذا التعايش بل هي حقيقة واقعي يظهرون للعالم الأوروبي وقلب النابذ وهي روما أننا أنظر نتعايش هي حقا بلد التعايش نحن ننقل صورة واقعية ليست أكذيب إنها صورة الواقع الذي نعيشه الآن هنا ففي البحرين هناك حرية هناك انفتاح هناك قبول للآخر وهذا ما نعيشه وهذا ما سننقله الجمعية البحرين يتسامح والتعايش هي من ولادة كلام جلالة الملك لما كان بإمام المتحدة بالزمنات عن البحرين بلد التعايش والتسامح فكانت هالجمعية بفكرة بدأت من هالشيء اللي عبياطي دائما جلالة الملك للصورة حقيقية عن البحرين ونحن ننقل الصورة الموجودة دائما طبعا إحنا هذه المرة راح نتمم سلسلة نجاحات هذه هي البحرين من طلقين إن شاء الله إلى قلب أوروبا إلى العاصمة الإيطالية روما تحديدا تاريخ 9 إلى 12 حاملين معانا رسالتها وهي أن هذه هي البحرين بحرين المحبة والتسامح والتعايش والسلام تحت راية جلالة الملك وحكومتنا الرشيدة إنما ستشهد فعالية هذه البحرين في روما من فعاليات ستكون ذات طابع مميز وفريد من نوعه حيث جعلت من فكرة تعزيز التعايش السلمي حاجزا قويا يقف في وجه التطرف الفكري والديني والإرهاب وجسدت توجيهات جلالة الملك المفدة في جمع كافة الأديان على الحب حيث ستقام حفلات زواج لعشر أزواج من معتقدات مختلفة سيقصدون الكنيسة في روما لإتمام مراسم الزفاف ومعاملات الزواج والتي ستتم وفقا للتقاليد البحرينية لتكون رسالة البحرين الإنسانية قد حققت هدفها والذي عبرت من أجله أميالا وأميال وهو نشر التعايش السلمي بين الأديان سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة